مرحبا بكم متابعينا من جديد الدرس جديد بانجليزية السادس الابتدائي اليوم راح ناخذ بياكم لصف السادس الابتدائي والموضوع مالتنا سولار سيستم ورح ناخذ القواعد مال كامبراتيب ان سوبراتيب كلش مهم هذا الموضوع خليكم مجانا نطلق علي النظام الشمسي لدينا ثمان كواكب خلينا اخذ القطعة ونشوف وبعدين نرجع نشرح مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم من مرحبا بكم مثل ما قلنا this is the home star this is the sun اللي هي الشمس اوكي ميركوري is the closest closest planets to the sun and is the smallest smallest planets خلي نشوف this is ميركوري is the closest أقرب كوكب للشمس and smallest أصغر كوكب بالمجموعة الشمسية اللي موجودة عندي the next planet is Venus it is about the same size of our planets earth خلي نشوف next planets this is one planets هذا المدار الأول وهذا next planet Venus is the same size of the earth our planets نفس الحجم مالته اوكي Venus is the hottest hottest الاكثر حرارة بين الكواكب temperature 400C اللي هو أكثر حرارة اللي توصل حرارة إلى درجة 400 درجة بالنسبة للكواكب الأخرى اوكي this is Venus and this is the hottest planets كلا the third planet is earth اللي هو الكوكب مالتنا جذ يبعد عن الشمس from the sun 150 million km from the sun earth is a special planet because because هو كوكب كل شخاص يختلف عن باقي الكواكب اوكي the only one that we know has water هو الكوكب الوحيد اللي يبيم وي and life وحياة humans animals and plants بحياة البشر والنباتات والحيوانات it's often called the blue planet كلش مهمة هاي هو يسمو الكوكب الأزرق why because there is a lot of water okay this is the earth third planet كوكب الثالث جلنا blue planet سسمو why because he has a water he has a water لأن هو بي مي okay number it is often called good mars is smaller than both earth and venus مبين هو الحجم ماتة أصغر من الكوكبين venus and earth okay okay scientists has sent robots to mars to take pictures and to bring back soil and rock العلماء دزوا للكوكب المارس حتى يجيبون منك أتربة ويجيبون الصخور حتى يسوون عليها أبحاث the other four planets الكواكب الأربعة اللي يبقى عندنا is Jupiter Saturn Uranus and Neptune خلي نشوف الكواكب اللي يبقى Jupiter and Saturn بالتسلسل Jupiter Saturn Uranus and Neptune Jupiter Jupiter is the biggest تشوف الصورة مالتها biggest planets أكبر كوكب بالمجموعة شمسية Aquisman Mercury is the smallest biggest smallest okay والتكملمات Jupiter is the biggest planets in our solar system okay هنا هنا هذا القطعة بها comparative and superlative صفات المقارنة والمفاضلة اللي راح ناخذها بالقواعد اللي موجودة عندي صفات المقارنة أخذناها بالدرس اللي قبله بس اليوم راح نأكد عليها ونأخذ أكثر تفاصيل عليها اللي هي صفة قارنة بين الأشياء ونميزها بإضافة الير بالأخير ودائما بعد الصفة مع المقارنة يجيني كلمة than أكبر من أصغر من اوكي راح نأخذ عليها المثلة number one Mars هسا الكوكب اللي أخذنا Mars is smaller low smallest أقول smaller low smallest than earth بما أنهم أكو ذان أستاذ لح أستخدم صفات المقارنة Mars is smaller than earth أصغر من الكوكب الأرض two وسام is older oldest than heba أستخدم older أصغر من لو أستخدم oldest الأصغر no أكو ذان عندي مثل ما قلت هنا أستاذ راح أستخدمهم الير اللي هي صفة المقارنة أوكي خلينا أخذ التفضيل comparative المفاضلة أوكي صفة نتكلم بها عن شيء مميز عن الكل يعني هذا الشيء واحدة مميز عن الكل ما أقول أحسن منه أحسن منه هو هذا الأحسن أوكي نقول هذا الشخص هو الأبعد أو الأقرب شو نعرف هذا؟ هذا بنهاية est الصفة نهايتها est هذه الشيء اللي فوق صفة المقارنة المقارنة الكمبراتف نهايتها er هنا المفاضلة نهايتها est كوني بنهاية الكلمة زيان قبلها قبل الكلمة قبل الصفة دائما أكو كلمة the فأقول the better the best خلينا نقول the smallest مثل ما أخذنا the hottest planets أوكي خلينا أخذ عليها أمثلة Jupiter is the biggest bigger planets شو نستخدم من ذني؟ استاذ بما أنه عندي the وهنا أنا راح أستخدم صفة المفاضلة التفضيل السوبرلاتف اللي هي biggest فاش راح أقول Jupiter is the biggest planets هو الكوكب الأكبر Mercury is the closest the closer planets to the sun فبما أنه عندي ذي هنا راح أستخدم closest أوكي عدي قواعد إضافة the er للصفات حتى أسوي مقارنة وال est حتى أسوي مفاضلة كل شو مهمة لازم أحفظها إملاء خليها ببالك لأن تجيني بالامتحان بصيغة الإملاء ورح نأخذ آلية الامتحان الوزاري وشو أن تجيني بالامتحان الوزاري أوكي number one إذا انتهت الصفة بحرف the e هي أصلا بها e من قد أضيف r er وأضيف est هاي الأ e أشيلها بعد فأضيف بس r وأضيف st خلي شوف هاي موجودة عندك اللي هي close منتهية بإي صارت closer بالمقارنة وصارت closest the closest the closest اللي هي خليت لها بس st شوف ال e موجودة من أساسه nice nicer و safe safer وهذه التكبرة الباقية حتى لا يأخذ من وقت الدرس number two إذا انتهت الكلمة بحرف ال y وقبل حرف صحيح لها قلب هذا ال y إلى i ونضيف er أو est هم عندي مجموعة من الصفات اللي موجودة عندي هنا وحولتهم إلى صفة مقارنة وصفة تفضيل happy happier the happiest حولت هاي ال y إلى i دعشوف وخليت هنا er بالمقارنة و est بالتفضيل وباقي الصفات heavy heavier heaviest و easy easier easiest موجودة عندك قبل لك الحفظ three إذا انتهت بحرف صحيح الصفة وقبلها حرف علة واحد حرف صحيح وقبلها حرف علة واحد راح الحرف الأخير الصحيح راح أضاعفه أسوي ثنيا أو أضيف er أو est همات عندنا مجموعة الصفات راح نأخذها hot والbig وال thin hotter شوف أسه hot t واحدة وقبلها o قبلها o صار hotter ضعفت t سوى دابل تي وخلت er نفس الحالة hottest big نفس الترتيب و thin thinner thinnest أوكي الفقرة الرابعة وهي صراحة الأهم اللي هي الشاذة لأنه دائما الكلمة الصعبة أو الشغلة الصعبة يجيب لك ياها ممكن بالانتحان الصفات الشاذة اللي نحولها إلى مقارنة تفضيل عندي مجموعة صفات بهذا اليونت يعني عندي بعض أكثر راح نأخذها بغير درس بس بهذا اليونت عندي بس أربعة موجودات اللي هي far good many much خلق رألك ياها لأن ذنني مختلفات مو بس إضافة far farther farthest good better best many more most much more most ذنني مهمات همين حفظا املاء لغرض الامتحان عندي ملاحظة مهمة خليها ببالك إذا الصفة خلي نقول بيها أكثر من مقطعين يعني ثلاث مقاطع وفوق إذا الصفة أكثر من مقطعين يعني من نشوفها كلمة طويلة كلش خلي نقول بعد ما أضيف لها er و est بالمقارنة أضيف لها more وبالمفاضلة بالتفضيل بالسوبرلاتف أضيف لها most يعني عندي كلمة intelligent intelligent ذكي كلمة بيها هاي ثلاث مقاطع مثل ما سوينالكم intelligent ثلاث مقاطع فاش راح أقول بالمقارنة more intelligent بالتفضيل most intelligent أحفظها الكلمتين more or most من نشوف الصفة طويلة راح أبس أخلي هاي الكلمة قدامها أو أنزلها كما هي شلون تجيني بالامتحان كلش مهم هاي خليها بالبالك number one hot hoter طاق مثال شفت اهمت من المثال افتهمت أنه هذا المثال حوله إلى هاي الصفة حولها إلى صفة مقارنة يريد save أحولها إلى مقارنة save الموجودة عندي مثل ما أخذت منته هي بإيش أخلي لها بس آر أكتب number one ما أكتب لها بس آر أكتب لها كاملة safer اللي هي هاي الكلمة number two large largest خلالها est خلالها سواها تفضيل سواها مفاضلة heavy أباوحة شنو بيها بيها y أقلب ال y إلى i وأضيف est heaviest number three small smaller far هاي الشادة اللي قلنا عليها far صير farther farther number number four big bigger intelligent هست سولفنا عليها شو محولها هو big محولها bigger إلى مقارنة intelligent أكثر من ثلاث مقاطع شو أضيف لها أضيف لها more مثل ما قلت فوق راح أصير more intelligent التمرين اللي راح يجيني هسا راح أبدأ أحله مثل ما حاله هو بالمثال which rain boots are smaller يا هو بيهن are smaller أصغر the pink ones or the blue ones الأزرق لول الوردي فراح أقول the pink ones are smaller الوردي هو الأصغر بالموجودات number two خلالنا نحلنانه إياك which cake is the farthest from you يا كيكة من الكيكات هي أبعد عنك فراح أقول pink فاش راح أقول the pink one is the farthest هي الأبعد number three is the yellow is the yellow vegetables closer to you than the green one the yellow أقرب إليك من the green no the green one is closer الأخضر هي أقرب لي okay number four number four which is the biggest bag يا هي الحقيبة الأكبر من ذني فراح تقول هاي اللي هي لونها gray راح أقول the gray one is the biggest هي الأكبر number five which bag is the closest to you يا هي من الحقائب موجودة أقرب عليك فراح أقول green the green one is the closest كمل هذا التمرين هذا التمرين هنا أنا عندي التمرين كلش بسيط بس مهم جدا يجيني ممكن بالامتحان أنه أكمل الحرف المفقود هاي الكواكب اللي عندي راح أكمل الحروف مالتها وأنت عليك تحفظها أملاء okay Mars بس خلي بالك ملاحظة مني نحفظا مو تحفظ بس الحرف الأول الكواكب كلها تنحفظ أملاء لأن ممكن تجيني الكواكب كله كتابة أملاء Mars Earth Saturn Jupiter Neptune Venus Uranus and Mercury okay انتهى هذا التمرين على هالترتيب التمرين اللي بعده هذا التمرين جدا مهم هذا التمرين يجيني هنا أنا هسحة ليها true false صح وخطأ بس بعديا راح يجيب ليها much وصل يعني يقطع هاي الجملة بالنص ويجيبها much between list A و list B خلينا نقراهن وراح نجاوب عليها true false لازم نرجع للقطعة بداية اللي سنمالة نرجع للقطعة وراح نشوف الحلمانتنا شوان number one there are two suns عندي شمسي أن آني no F false number two there are eight planets عندنا eight planets no no yes very good true three the biggest planets is Saturn false مو هو الأكبر four the smallest planets are Mercury and Mars الكواكب الأصغر هي Mercury و Mars صحيح number five Venus is closest to the sun false Venus مو الأقرب number six نبتون is the farthest from the sun true number seven our planets earth is often called the blue planets because there is lots of water هاي لقلنا عليه ليس سمينا blue planets لأن عنده مي هواي بي فراح نقول أوكي eight Mars is often called the red planets red planets يهوه Mars because it looks red in the sky هو يبين أصلا بالسماء يبين هو أحمر فراح نقول صحيح الجملة true eight there are two planets that start and end عدي كوكبين يبدأ بحرف الان no بس نبتون عندي يبدأ بحرف الان ملاحظة كلش مهمة الكواكب كلها تبدأ بحرف capital خاف تجيك بالامتحان بالخط بالأملاب الخاط راح لازم أكتبها بحرف capital بداية الكلمة نهاية درسنا اليوم اللي هو lesson five أقدم لكم أسمتها من مركز الأمل التربوي ونتمنى أنه تابعونا بالدروس الجاية والحلقات الجاية إن شاء الله حتى نكمل لكم منهج خليكم ويانا see you